بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما بعد فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق في هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خلق الإثار وخلق الإثار من الأخلاق العظيمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية بل هو من محاسن هذا الدين ومراتبه العليا ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الأنصار بقوله والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم هذه صفة امتدح الله عز وجل بها الأنصار أي أنهم يعطون إخوانهم المهاجرين أموالهم إثارا لهم بها على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ولو كان بهم حاجة وفاق إلى ما آثروا به من أموالهم ومن من أموالهم على أنفسهم ولذلك يقول بعض العلماء أن يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك ويقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ومعلوم بأن البر اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى إلى جنة الله عز وجل ولا شك بأن الإثار إثار الإنسان أخاه بشيء مما يحتاج إليه ويحبه لا شك بأنه من أعظم من أعظم أنواع البر ويقول جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبر المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولذلك هذه الآية تشير أيضا إلى مسألة البر وأن يؤثر الإنسان أخاه على نفسه بحيث أنه يتصدق عليه ويقول جل وعلا عين يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذري ويخافون يوما كان شره مستطيرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ولذلك في قوله تعالى على حبه قيل راجع إلى الطعام وقيل راجع إلى الله سبحانه وتعالى رجع ما عنده من الثواب والأجر والسنة النبوية اجتملت على مجموعة كبيرة أيضا من النماذج التي تشير إلى مسألة الإيثار النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن السنة فالطعام قال طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة كل هذا ليشير إلى مسألة الإيثار وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجر قال أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لي وقد كان لي فلان ولذلك الصحابة ضربوا أروع الأمثلة وأجمل النماذج في مسألة في مسألة الإيثار والإيثار إخواني وأخواتي هناك بينه وبين السخاء والجود فروق ولذلك يعني إذا تأملنا في السخاء والجود والإيثار نجدها يعني تنضوي تحت معنى وحد وهو البذل والعطاء والإنفاق لكن المنزلة الإيثار عالية جدا ولذلك إذا تأملنا في المراتب هذه الثلاثة التي هي مثلا السخاء والجود والإيثار نجد بأن منزلة السخاء هو أن الشخص الذي يعطي لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء هذا يقال سخي المرتبة الثانية مرتبة الجود هو أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا قليلا أو يبقي مثل ما أعطى مثلا هذا يسمى جود أما الإيثار هو أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وبهذا نلحظ بأن الإيثار مرتبة أعلى من الجود وأعلى من السخاء والحديث له تتم وبقي بحول الله تعالى إن شاء الله أذكره في المجلس القادم وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع العمل الصالح صلى الله وسلم وبرك على عبده ونبيه محمد ترجمة نانسي قنقر